مساء الخير يا سيام مازلنا بنتابع معاك سير العملية الانتخابية الانتخابات الرئاسية العام 2018 وفي إطار حرص الفنانين على الإلاق بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ورغم كمان الجو فيه مطرة بسيطة كده معانا على هواق مباشرة الموسيقار الكبير حلمي بكر يعني قدل بصوته منذ قليل في لجنة الأرمان السنوية بنات أهلا بحرف معانا من راحب بيك على شاشة NBC مصر أهلا بيك يا فاندم وأهلا بالشعب المصري الجميل اللي تحرك ونزل سيبك من اللي ما تحركوش اللي ما تحرك ده عنده عجز عجز في كل في قوال عقلية أو يقولك إيه ما نزلين كتير يعني يعني جات علينا هدي الكارثة اللي احنا عايشين فيها اللي أنا عايز أقوله ان اللي ما بيشوفش من الجربال يبقى عما وأظن اللي احنا شفناه لا فيه قبل كده ولا بعد كده هيتم والرئيس فضل الطريق الصعب الأول اللي هو هشوف الشعب هشاركوه ولا وشاركو الشعبي في هذا بدالي انه وقال لما كنت كل مرة بسافر وزور برة يقول الشعب إيه بلي إزاي كده فحيوا الشعب معايا وهو حيا الشعب أنا بقول للناس اللي نزلت انتوا نزلت ده شيء طبيعي أما اللي ما نزلش أنا بقولت تشد العقوبة لأن احنا محتاجين نتشد ميودانا شوية ومش نازل عشان السيسي وهو نازل عشان شكل بلده في العالم يبقى شكله إيه أنا شايفة فيه حرص كبير من استاذ الفنانين حقيقة كان ينا العديد من اللقاءات في اليوم الأول والتاني والنهارده مع عدد كبير من الفنانين يعني تحب حك تقول لنا إيه والرسالة اللي تقولها الكل مصري وكل فنان أحب أقول كل فنان صادق حتلاقيه من أول يوم هنا ولو ملحقش يعود تاني يوم وتالت يوم ده الفنان الصادق أما الفنان اللي عامل كرت وطاب عليه فنان ما ما تكلمش عليه تكلمش عليه ومشاء الله يعني كم من الفنانين سواء كانوا ملحنين مطربين مؤلفين ممثلين ما شاء الله فن يعني يعني إبداع ولأمكن يكون الإبداع يتخلى عن دوره الوطني في أنه ينزل في هذا اليوم اليميل شكرك يا فندم شرفتنا يعني كان معنا على الهواء مباشرة أن الموسيقر الكبير حلمي بكر كان حريص على إدلاق بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة الأرمان السنوية بنات بشكرك يا سيهام وعود لك إلى استوديو مرة تاني